تحدي الكرة هيعرض على الأندية في اجتماع الحد اللي جاي إن شاء الله الموعيد المقترحة من ناحيته عشان يتم استقناف مطشات كاس مصر عقب طبعا انتهاء الدوري وبعد تتويج نادي الزمالك باللقب برقم 13 في تاريخه الاتحاد استقر على إقامة المطشات المتبقية في مسابقة كاس مصر أيام 10 أو 13 و 16 و 20 شهر 9 اللي جاي وتحديدا بعد ما تتلعب مطشين أو ما يتلعب مطشين مصر معها أنجولا وجابون في تصفيات كاس العالم والاتحاد طبعا عنده رغبة في أن البطولة تنتهي يوم 20 اللي جاي 29 حال وفقة الأندية على الموعيد دي بالنسبة للأهلي لو كمل مشواره ووصل للنهاية أعتقد أنه يبقى فيها صعوبة شوية لأنه عندنا طبعا سوبر إفريقيا مفترض أو محدد ليوم 24 في قطر وبالتالي الأهلي لازم يسافر قبلها فترة عشان يستعدوا يجهز لمباراة بتمثل بطولة مهمة جدا طيب خلينا نروح لفصل وإذا كان فيه وقت معنا في بقية حلقتنا هنقش مع حضراتكم بعض الموضوعات كمان متعلقة بمشاركات الأهلي في البطولات الجاية